نستكمل مع بعض أمثلة على إيجاد فترات التقارى والتحدد والمثال قدامنا Y تساوي X تربيع على 1 ناقص X تربيع أجيب المشتقة الأولى هيبقى المقام تربيع 1 زائد X تربيع الكل تربيع المقام الأصل هو 1 زائد X تربيع في مشتقة البسط 2X ناقص البسط X تربيع في مشتقة المقام 2X فهتلاقي إن الحد ده يروح مع أول حد فيتفضلك 2X على 1 زائد X تربيع الكل تربيع دي المشتقة الأولى لو أنا ساوتها بالصفر هلاقي إن 2X هي اللي بتساوي صفر ومنها X تساوي صفر دي نقطة إيه؟ نقطة حرجة وحيدة بس لو أنا جيت على جنب كده وعملت خط أعداد من سالب مالة نهاية إلى مالة نهاية وحطيت هنا الصفر هلاقي قبل الصفر طبعا المقام هنا موجب دايما البسط قبل الصفر سالب في 2 يبقى ديه سالب وهنا على يمينه هتلاقي موجب إذن ديه فترة تناقص وديه فترة تزايد تزايد من 2 إلى مالة نهاية وتناقص من ناقص مالة نهاية إلى كامل صفر قبل الصفر في تناقص وبعد ديه فترة تزايد يبقى أكيد هنا في إيه؟ قيمة صغرى ونشوف الكلام ده هتحقق ولا لأ أجيب المشتقة الثانية الواي دابل داش هتساوي المقام تربية المقام اللي هو 1 زائد x تربية الكل تربية ناقص سوري في مشتقة البسط ومشتقة البسط هنا ب2 ناقص البسط اللي هو 2x في مشتقة المقام أشتق القص 2 في 1 زائد x تربيع أس 1 في مشتقة ما بداخل القص اللي هو 2x على المقام تربيع اللي هو 1 زائد x تربيع أس 4 أشيل واحدة من ديه مع واحدة من الاتنين مع واحدة من الاربعة تفضل تلاتة يبقى الواي دابل داش هتساوي 2 زائد 2x تربيع ناقص 8x تربيع على واحد زائد x تربيع لكل تكعيب فهتساوي 2 ناقص 6x تربيع على واحد زائد x تربيع لكل تكعيب المقام طبعا لا يساوي الصفر دايما موجب يبقى نشوف البسط لو الكلام ده بتساوي الصفر يبقى 2 ناقص 6x تربيع تساوي صفر ومعناها يبقى 3x تربيع بتساوي 2 ومنها يبقى الـ x تساوي إما زائد أو ناقص 1 على جزر 3 طيب لو أنا جيت خط على خط على كده وهنا هنا سالب 1 على جزر 3 وهنا 1 على جزر 3 واختبر إشارة المشتقة الثانية المشتقة الثانية عندي اهيه لو أنا خدت حاجة بينهم اللي هي الصفر فلاقي البسط ده هيساوي 2 والمقام هيبقى 1 2 على 1 بقى موجب هنا هتلاقي سالب وهنا هتلاقي سالب يبقى دي فترة تقاعر لأسفل هنا فترة تقاعر لأعلى هنا فترة تقاعر لمين لأسفل النقطة سالب 1 على جزر 3 أو 1 على جزر 3 يسميها نقاط انقلاب الفترة من سالب مالا نهاية لسالب 1 على جزر 3 يبقى تقاعر لأسفل من سالب 1 على جزر 3 الواحد على جزر 3 تقاعر لأعلى الفترة من 1 على جزر 3 إلى مالا نهاية لأسفل طيب عايزة أعرف القيمة الحرجة X بتسوي صفر عندها يحدث قيمة عظموة صغرى لا فنقول Y دابل داش عند الصفر فلا عرضت في Y دابلش عند الصفر ديني 2 على 1 بتسوي 2 أكبر من الصفر وتالما أكبر من الصفر يبقى X بتسوي الصفر يحدث عندها قيمة يبقى أكبر من الصفر تبقى صغرى وده فعلا اللي حصل عند الصفر طيب طب دي تترسم إزاي يا شباب فكرة بسطولة بسرعة كده ده مين ده الصفر خلاص ده الواحد على جزر ثلاثة وده السلب واحد على جزر ثلاثة عندها هنا تبقى الدلة بتاعتي عمل لكده وأول من تعدل الواحد على جزر ثلاثة تلاقي إيه بقى وشال أسفل نفس الكلام هنا بقى وشال مين لأسفل النقطة دي قيمة مين قيمة صغرى بس طبعا ده مش هينزل تحت لا هيمش قدام شوية يعني ناخد المثال اللي بعد كده بيقول لي واي بتساوي اكس قس 2 على ثلاثة عايز أجيب منه نقطة الحرجة يبقى أجيب المشتقة الأولى يبقى الواي داش هتساوي 2 على ثلاثة اكس قس سالة بثلت اللي قدر أكتبها 2 على ثلاثة الجزر التكعيبي لأكس ده عمرها ما تساوي صفر لكن إيه اللي يخلي المقام يساوي صفر إن الاكس تساوي كام تساوي صفر دي هتبقى نقطة الحرجة نشوف كده عند الاكس بتساوي صفر سالب ما لا نهاية هنا ما لا نهاية قبل قبل الصفر الاكس سالبة جزرها يبقى سالب في المقام سالب والبسط موجب يبقى الكلام ده سالب هنا موجب يبقى دي فتر التزايد دي فتر التناقص يبقى كده هيحصل عند الصفر خمة مين صغرى خلينا نشوف المشتقة تانية الواي ضابل داش هتساوي 2 على ثلاثة مضروبة في سالب 1 على ثلاثة في اكس قس سالب 4 على ثلاثة يبقى كان ده هيساوي سالب 2 4 على ثلاثة سالب 2 على 9 في الجزر التكعيبي اللي اكس قس كام اكس قس 4 ده عمره ما يساوي كام ما يساوي صفر لكن ايه القيمة اللي تخلي المقام يساوي صفر اجي على خط الاعداد وحط اكس بكام اكس بصفر لما حط اكس بصفر هلاقي لو الاكس موجبة يبقى ده موجب يبقى جزرها موجب يبقى المقام موجب والبسط سالب هتبقى دي سالب نفس الكلام لو الاكس سالبة لما ارفعها الاسر ببعة هتبقى موجب جزرها التكعيب هيبقى موجب وفوق سالب يبقى ايه سالب يبقى دي فترة تقاعر لاسفل فترة تقاعر لمين لاسفل يبقى هنا ده تقاعر لاسفل في الفترة من سالب ما لا نهاية الى الصفر وتقاعر لاسفل في الفترة من صفر الى ما لا نهاية طيب يبقى عند الصفر دي بسمى ايه نقطة انعطاف او انقلاب نقطة انعطاف او ايه او انقلاب طيب عايز اعرف الاف او الواي ضبل داش عند الصفر هتمثل قيمة عزم ولا صغر اعوض هنا ناقس اثنين على اه لما تنفعش تيجي من هنا لانها اه اه غير معرفة عند مين عند الصفر حاجبها مني الطريق الاولى اللي هي تطبيقات على المشتغل تترسم ازاي تقريبا كده تقريبا عند الصفر قيمة ده اللي بتاعتي بتساوي صفر اهو بعد كده تعمل ايه انا عايزها تزيد بس تكون وشها الاسفل اه بص كده الانحناء بتاعها المين الاسفل هنا عايزة ال بس الانحناء بتاعها ايضا يكون الاسفل فتبقى شكل الرسمة بتاعتي حاجة بالشكل ده وبكده يبقى احنا خلصنا ايه التطبيق التاني او تطبيق الاختبار المشتقة التانية اللي باجيب منها فترة التقاعر فترة التحدب نقاط الانقلاب اعرف نقطة الحرجة بتاعتي اذا كانت عزمة ولا اه صغرى ترجمة نانسي قنقر